أهلا بكم قال تقرير في مجلة ناشنل انترست إن الموت المأساوية لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلي في جنين جعل هذه المدينة مرتبطة مجددا بما سمته المجلة العنفة الإسرائيلية الفلسطيني تضيف المجلة أن جنين بالنسبة للفلسطينيين هي معقل المقاومة في الضفة الغربية في الماضي والحاضر وتشير المجلة إلى أن الإسرائيليين يتذكرون جنين في الغالب بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في معركة عام 2002 بما في ذلك 13 جنديا إسرائيليا من جنود الاحتياط سقطوا في كمين للفلسطينيين ما مثل انتكاسة كبيرة للجيش الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين تركت المعركة ذكريات مقاومة خالدة رغم أن صور الدمار في موقع الكمين كان لها أيضا تأثير طويل المدى وكذلك فقدان العديد من المقاتلين والقادة قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن 15 ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي حثوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن على توجيه أقوى رسالة دبلوماسية ممكنة لإسرائيل لمنعها من طرد أكثر من ألف فلسطيني من قرى مسافر يطا في الضفة الغربية وكتب المشرعون في الرسالة التي نشرتها الجماعات اليهودية لأول مرة أن التهجير الإسرائيلي القصري للفلسطينيين في مسافر يطا سيكون انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وسيمثل جريمة حرب وأضافوا أن استمرار إسرائيل في خطتها يحتم على وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في إسرائيل التصرف فورا من قبيل التدقيق في صادرات السلاح الأمريكي لإسرائيل واستعمالته وإرسال مراقبين لتوفيق عمليات الطرد وتفاصيلها والمشاركين فيها قللت مجلة جون أفريك مما سمتها نوبة الغضب التي انتابت الرئيس التونسي قيس سعيد مما اعتبره تدخلا أوروبيا في شؤون بلاده ورأت المجلة أن غضب سعيد غير مبرر وقالت إن الأوروبيين الذين استاء منهم هم ذاتهم أصحاب الفضل في تجاوز تونس بعض أزماتها المالية خلال السنوات القليلة الماضية عبر مساعدات مالية آخر المساعدات الأوروبية وفق المجلة دفعة من 300 مليون يورو سمحت للحكومة التونسية بدفع رواتب الموظفين وكان الرئيس سعيد قد هاجم بحدة ما تسمى لجنة مدينة البندقية بسبب تقرير سلبي عن الأوضاع السياسية في تونس أعدته بطلب من بعثة الاتحاد الأوروبي في سياق المتصل شكك موقع رسالة الأطلس في استضافة تونس لقمة منظمة الدول الفرنكوفونية المقررة الخريفة المقبل الموقع أرجع الشكوك حول انعقاد القمة الفرنكوفونية إلى التطورات السياسية في تونس مع حل الرئيس سعيد المؤسسات الديمقراطية وإحكام قبضته على السلطة واعتبر الموقع أن ذلك يحرج الدول الكبرى في المنظمة وأوضح الموقع الفرنسي أن انعقاد القمة في تونس من عدمه في يد رئيسة المنظمة لويز موشيكي وابو لكن الأخيرة تتلقى التوجيهات من فرنسا التي بدورها تحتاج إلى التنصيق مع كندا في شأن الأوكراني عادت صحيفة نيويوك تايمز إلى إعلان الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ وذخائر متطورة الصحيفة تنقل عن مسؤول كبير في الإدارة قوله إن منظومة الصواريخ المقصودة بكلام بايدن هي الأكثر تطورا بين الأسلحة الممنوحة للأوكرانيين حتى الآن وأضاف أن واشنطن لم تتعهد بهذه المنظومة إلا بعد ضمنات مباشرة من المسؤولين في أوكرانيا بأنهم لن يستخدموها ضد أهداف داخل الأراضي الروسية وتلفت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن لجأت إلى التوسع بشكل تدرجي في الأسلحة التي قدمتها للأوكرانيين تماشيا مع تطورات الحرب على الأرض ويسود قلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من احتمال أن تستعمل أوكرانيا الأسلحة التي توفرها لها واشنطن ضد أهداف داخل العمق الروسي ما سيؤدي إلى حرب أوسع مع موسكو أشارت صحيفة الوستي جورنل إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كانت أقصى مما كان متوقعا ويمكن لهذه العقوبات أن تقود جهود روسيا لبيع نفطها في آسيا إذ أن الشركات الأوروبية تؤمن معظم تجارة النفط العالمية وتضيف الصحيفة أن هذه العقوبات تشكل استراتيجية عالية المقاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي ما يجبر الكتلة على كسر اعتمادها على الطاقة الروسية الرخيصة ومن المرجح أن يتفاقم التضخم الذي يسير فعليا بأعلى وطيرة له منذ عقود على جانبي المحيط الأطلسي قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة لصحيفة لاروبوبليكا الإيطالية إن السفن الأوكرانية المحملة بالحبوب ستكون قادرة على مغادرة ميناء أودسا في غضون إسبوعين بمساعدة مما سمها الدول الصديقة الراغبة في إرسال سفنها لتطهير مياه البحر الأسود من الألغام وأضاف كوليبة أن كسر الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي لسيما أن بوتين أثبت أنه قادر على استغلال هذه الموارد للضغط والتأثير سياسيا واقتصاديا على أوروبا ولفت كوليبة إلى أن الخطوة التالية الواجب اتخاذها بعد حزمة العقوبات السادسة هي جعل الاقتصاد الروسي يجدو على ركبتيه لإجبار بوتين على وقف غزمه لأوكرانيا وفق تعبيره نطالع في موقع ميدل إيست آي البريطاني أن سنوات متواصلة من العقوبات الأمريكية والضغوط دمرت الاقتصاد الإيراني ويضيف التقرير بينما تتواصل مفاوضات الملف النووي بين واشنطن وتهران يتننح الاقتصاد الإيراني تحت وقع أثار مدمرة للعقوبات عنوانها ارتفاع التضخم وتراجع الناتج القومي والتهاب الأسعار وينبه التقرير إلى أن عامة الإيرانيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لأثار العقوبات مضيفا على لسان خبراء في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية أن إيران لم تصل بعد إلى أزمة جوع لكن خسرة الناس لقدرتهم الشرائية هي وجه آخر من الأزمة الإنسانية التي تعانيها ذكرت صحيفة الغارديان أن إثيوبيا شنت حملة قمع واسعة استهدفت ميليشيا فانو حليفها الصابق في صراعة غري أدت إلى اعتقال أكثر من أربعة ألاف شخص بينهم صحفيون ونشطاء وجنرال سابق ونقلت الصحيفة عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية اعتقال نحو عشرين صحفيا في حملة ندد بها دانيال بيكيلي رئيس اللجنة وقال بيكيلي أن قانون الإعلام الإثيوبي يحضر بوضوح الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب أي جرم مزعوم ارتكب من خلال وسائل الإعلام داعيا إلى إطلاق صراح الإعلاميين المحتجزين وقالت زولا موكس عضو البرلمان الإقليمي في أمهراء إن الحكومة تعتبر الآن ميليشيا فانو خاطرا عليها على الرغم من اعتمادها على الجماعة عندما حاربت جبهة تحرير تيجراي العام الماضي كتبت صحيفة التايمز عن اتهامات تطال المستشار الألماني أولاف شولتس لتشبيه نشطاء المناخ بالنازيين عندما وبخ مجموعة منهم لكن المتحدثة باسم شولتس رفضت هذا الادعاء وأشارت الصحيفة إلى عارضة عبر الإنترنت جمعت ما يقرب من خمسين ألف توقيع تدعو شولتس إلى توضيح موقفه من الموضوع ولفتت الصحيفة إلى أن شولتس تعرض للإزعاج مرارا وتكرارا خلال ظهوره العلني من قبل نشطاء مدربين على التشويش وممن لا يهتمون بخوض نقاشات جادة وفق تعبيرها يتزامن ذلك مع تراجع الدعم للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه شولتس إلى أدنى مستوى له منذ أن أصبح مستشارا كان هذا آخر خبر في هذه الجولة